أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذرهم مما أنذر آبابهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولا فهي إلى الأزقار فهم مقطعون وجعلنا من بين أينهم سلسدا ومن خلقهم سلسدا فأغشيناهم فهم لا يبسرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن ما تطردر من اتبع الذكر وخشي رحمن بالغيب فبسروا بموفرة وأجر كريم إنا نحن نحير موتى ونكتب ما قدموا وآساهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مسلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المسلون إذ أرسلنا إليهم المسلين فكذبوهما فعززنا بسلس فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لأن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من منا عذاب أليم قالوا إطائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسربون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبع المسلين اتبع من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن من الله لا تغمع عني سفاعة سيئا ولا ينقذون إني إذا لبي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلي من المكرمين وما أنززنا على قومه من بعده من جرد من السماء ولا كنا مرزدين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالبون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كالبه يستنزئون ألم يروا كأهلكنا قبلهم من القرون ألأنهم إليهم لا يرجعون وإن قلوا لما ججعون لدينا مفضرون وآية له الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يقولون وجعلنا فيها جنات من نقيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سمره ومعملة أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل نسلق من منا رقيتهم مطلمون والشمس تجير مستقر لنا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك الرجوع القدين لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وقلوا في فنكيه يسبحون وآية لهم أننا عملنا ذريتهم في الكلك المشؤون وخلقنا لهم من مسمه ما يركبون وإن شأش أغنقهم فلا صريح لهم ولا هم ينطبون إلا رحمة منا ومتع إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلم لكم ترحمون وما تبتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رسق الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أمقعموا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلاء مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة وحدة تأخذون وهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونرفق الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا وينا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد رحمة وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مرضون فاليوم لا تظلموا نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأسواجهم في ضلاء على الأرائك تكئون لهم فيها أفاكهة ولما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنهم لكم عدو مبين وأرشدوني هذا سرط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه الجهنم التي كنتم تعدون إصلاوا اليوم بما كنتم تتكرون اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لو لقصنا على أعيبهم فاستبقوا السرط فأنا يبصروا ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطعوا ضديا ولا يردعون ومن نعم من ردور الكسف في الخلق أفلا يعقنون وما علم ما مشع وما ينبغينا إن هو إلا ذكر وطقام مبين لينفر من كان حيا ويعق القول على الكافرين أولم يروا أن ما خلقنا لهم من ما عمل فيدينا أنعام من فهم لهم مالكيون وذللناها لهم فمنها رطوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافر ومشارب ولا يسكون واتخذوا من دون الله آلنا تلع لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنودهم محضرون فلا يحذرك قول إننا أعلم ما يسرون وما يؤمنون أولم يرد إنسان أمنا خلقناه من نقطة الرئيس وخصير مبين وضربنا نامس له ونسي خلقه قال من يحيي العقار وهي رمين قل يضيحيها الذي أعشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضرنا فإذا أنتم منه توقضون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر من عنا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيقون فسبحان الذي يديه ملكت كل شيء وإليه ترجعون